السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاصل لكم النهاردة تفسير ورؤية اطعام الكلب او اطعام الكلاف في المنام نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم تفسير حلم اطعام الكلاف في المنام للرجل اطعام الكلب دلالة على اتباع لشهوات الدنيا ومتاعها والانجرار وراء مغاريتها تعبير رؤية اطعام الكلب عن اهتمامه بموهبة خاصة به يعمل على تطورها ونتاق ونتمنى من اجل النهود بها اذا رأى شخص يقوم باطعام اللحم للكلب دلالة على لجوء هذا الشخص لصاحب المنام لطلب المساعدة منه وخروجه من الازمة التي وقع بها يشير اطعام القلب الى الرزق الطيب الوفير والتمتع بالخيرات الكثيرة كما يعبر عن لين قلبه وكوة عاطفته اطعام الكلب في منزل دلالة على اهتمامه بكافة امور افراد عائلته ويصعى دائما لتحقيق رغباتهم والحرص على رفاهيتهم والتمتع بعيشها جيدة اذا قام الشخص باطعام الكلب دلالة على ايجاد من يسانده ويساعده ويقف بجانبه في ازماته ولكنه يرد هذا المعروف بالمعاملة السيئة وجرحه بالكلام المخيف اطعام الكلاف في المنزل ولكنه توفى دلالة على عدم قيامه بحل مشاكل حياته الاجتماعية بشكل جيد اطعام كلب عنيف دلالة على اتخاذ بعض القرارات الحاسمة التي تؤثر بشكل عام على حياته بالرغم من ان هذا القرار كان يسبب له الشك اطعامك للكلاب من النوع الاليف الخبز دلالة على تعرضك لوعكة متعلقة بالشرائين والقلب اما حلم اطعام الكلاب للعزباء اطعام الكلب خبز غير طازج يعبر عن مقابلتها لشخص يسبب لها الحزن اما اذا كان الخبز طازج فهذا دلالة مقابلتها لاصدقاء لم ترهم منذ زمن طويل تقديم الطعام لقلب اسود اللون يعبر عن انها شخصية زيت طبوع سيئة وكيامها بتصرفات شيطانية وربما قامت باعمال الشعوزة والدجل كما تدل على وجود شيطان او جن في حياتها يؤثر عليها بشكل سلبي اذا رأت خطبها يتعم كلب لونه اسود دلالة على سوق اخلاقها واتعادها عن طريق الله ورسوله واختيار طريق الشيطان اذا شاهدت انها تضع طعام لعدد كبير من الكلاب في مكان ما فهذا يعبر عن انها مسؤولة عن عدد من المساكين والفقاراء في الواقع وتقدم له ما يحتاجون كما يدل على حصولها على مال وفير خلال الفترة القادمة واخرجها للزكاة والصداقة اما عبد الكلب يدك حين تقدم له الطعام يعبر عن المكر والخداع الذي تتعرض له من كبل اعدئة اذا رأت كلاب تريد ان تأكل وكان لونها ابيض فهذا رؤية تحذيرية باقتراب رجال للسوق على خلق منها ويرودون اقاعها في المعاصي والمحرمات واذا قامت لهم الطعام يعبر عن انها ترتكب امور تغضب الله اما اطعام الكلاب للمتزوجة اطعام الكلب دلالة على ان هذا المرأة هذه المرأة تقدم الخير والمسندة لاشخاص الخاطئة الذين لا يستحقون تقديم الخبز للكلب كطعام له يعبر عن كثرة المشاكل والخلافات التي تدور بينها وبين الزوج وعدم رضاها عن العلاقات اما لو كانت حامل اذا رأت انها في مكان مهجور وموجود عدد كبير من الكلاب وقامت بتقديم الطعام لهم ثم هربت خوفا من الهجوم عليها هي والجنين فهذا يدل على انها امرأة ذكية تحمي نفسها من الاشخاص الذين يخدعونها ولا يحبونها كما انها قادرة على مواجهة الصعوبات والتحديات ودي تكون نهاية حلقة النهاردة عن تفسير ورؤية اطعام الكلب او الكلاب في المنام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى تدعموني باللايك والاشتراك في القناة السلام عليكم